رعاية السامية لرئيس وزراء الحكومة الانتقالية باهيم باداكي ألبير بدأت شبكة النهضة الإفريقية للمغتربين برئاسة الدكتور جبرين ديالو حملتها بهدف تسريع التزام جميع أصحاب المصلحة في الكفاح من أجل المساواة بين الجنسين لتحقيق تنمية متوافقة للبشرية الجمعة شريك شبكة النهضة الإفريقية في هذا النضال وزارة الشباب ورياضة وتعزيز ريادة الأعمال على لسان أمين الدولة بالشباب أنبيغولمام سبستان أكدت التزامها بهذه الحملة ليشاركها أيضا نفس الموقف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور سينين هونتون ورئيس المجلس الوطني للشباب في شاد أباكر دانغاي فيما أعرب رئيس شبكة النهضة الإفريقية للمغتربين دكتور جبرين ديالو عن فرحته وسروره بهذه الرغبة شاكرا حكومة البلاد على جهودها لرطاء المرأة مكانة مهمة في الفترة الانتقالية مفيدا بأن هذا ما جزب الشبكة لبدء حملتها بالبلاد وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار الشيخ ابن عمر في خطابه أشار إلى أن عمل الشبكة يتماشى مع سياسة ورؤية الحكومة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان مؤكدا دعم الحكومة للشبكة تعتزم شبكة النهضة الإفريقية للمغتربين استخدام قنوات التعليم العالي لتنفيذ هذه الحملة من أجل احترام حقوق النساء والفتايات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة